السلام عليكم ازايكم اخباركم ايه ده كده الاول هنبدأ بفيديو ملخص كده لكل احداث فيديو النهاردة حاجات بسيطة هتستمتعوا جدا بيها وهنتكلم طبعا في حاجات كتيرة كده واحنا بنكمل فيديو النهاردة مع بعض حابة اقول لكم انتوا هتشوفوا معانا السيدة دي الاول مرة والسيدة دي كمان بقى حابة باهركم اقول لكم ان هي سيدة هندية وكمان عاشة في امريكا وبتقوم ببعض الروتينات والتنظيمات اللي يمكن كلنا بالفعل بنحلم بيها قد ايه كانت شاطرة جدا وقد المسئولية وكمان في نفس الوقت عندها شوية من الافكار اللي يمكن كل واحدة فينا بالفعل حابة نتفرج عليها بدأت معانا كده طبعا واستغلت هنا المكان ده وبدأت تحط شوية ارفوف تزود بيها المساحة عندها عشان طبعا يوم تشتري شوية اطباق او مجاد او حتى كمان اي تفاصيل زي دي تلاقي المساحة اللي تاخد معها قولي الاغراضي وبالفعل هي دي كمان بقى الست الشاطرة اللي بتحاول دايما تشوف بيتها نقصه ايه وبتحاول تشتغل على الجزء ده تعالوا مبص هنا كمان بردو كده على الجزء طبعا الخاصة عندك بالموعين اللي تحت الحوض او بردو شوية حاجات زي بقى المعالي الشوك التفاصيل دي كلها حابة طبعا تضيفي بعض التفاصيل تحت في الادراج الكبيرة اللي بالفعل بتشيل معاكي مساحات كتيرة كده شايفين بردو كده ترد ادراج دول شيروا معايا تفاصيل قد ايه وطبعا تنظمهم وترتبهم دي حاجة بترجعلك بقى ايدك فيهم باستمرار تنظمي وتمسحي وتوضبي حتى الاطباق الغطيان بتاعت الحلل التفاصيل دي كلها الادراج يا جماعة الواسعة دي انا بنصح بها جدا من اكتر الحاجات اللي بتشيل معاكي وبتساهل عليكي يومك في المبخ تعالوا مبص كمان دلوقتي كده روتين سريع ليها وتنظيفات سريعة وبالفعل كل الحاجات دي بتفرق معانا كم واحدة فينا كده وممكن تكون قاعدة مكسلة وتشوف فيديو زي ده وتقوم بتتشجع وتتحمس وتاخد شوية طاقة وباور يخلوك تنجزي تفاصيل كتيرة جدا في يومك هو دي كمان الحلو في الموضوع تعالوا مبص هنا طبعا بقى ترتيب تحت الحوت وكم واحدة فينا بتعاني كده من الجزئية اللي زي دي هي بتقولك انت بقى تقدر تستغلي المكان ده تحطي فيه مجموعة من المنظفات اللي انت بتستخدميها بصورة يومية حتى فوقت المبخ لو انت مفيش عندك لها درج معين درف او كمان الابواب بتاعة الدرفة اللي تحت دي تقدري طبعا تستغليها وتحط فيها شوية منظمات الجزيرة بتاعتك والجزيل اللي مش بيخلص ابدا بل دايما بالعكس مستمر معانا فلتمن كل واحدة فينا كده تاخد طاقة وباور من الفيديوهات اللي زي دي وتقومي كده وتتشجعي وتتحمسي وتبداي كمان في عملية التنظيم والترتيب اللي هتفرق جدا بالنسبالك كل حاجة وياه في مكانها بتكون طبعا أروأ بكتير وساعتها طبعا بتحس ان انت يعني كده عايزة تقومي دلوقتي حالا وتعملي زي ما هي عملت والزيادة كمان هتقولي طبعا بقى الامكانيات بتسمح لها ان هي تعمل كل ده حابة اقول لكم ان احنا بنرد كمان ساعت منازل السيدات ممكن تكون أرقى من دي كتير جدا لكن كل واحدة بتشوف بيتها ماشي على الأساس ايه وبتحاول طبعا ان هي تنظم حسب التفاصيل دي طبعا حتى أدراج المكتب من جوة بدأت بالفعل بتنظمها زي ما انتو شايفين ومجموات كمان المنظمات دي بتفرق جدا بالنسبالك المنظمات اللي ممكن تكون بالنسبالك سعرها مش غالي وسعرها بسيط لكن بتفرق جدا معاكي وكل حاجة وهي في وضعها الطبيعي بتكون أروأ بكتير جدا وبعضهم طبعا شاكل الأودة والديكور بتاعها بيختلف طبعا بص برضو كده نفس الأدراج بتاعت المبخ وازاي تعملي الفواصل اللي في النص دي عشان تسبتيها وزاي ما انتو شايفين نفس فكرة الأدراج الكبيرة لكن بتفرق بقى يعني جميع الأغراض اللي انت حابة تحطيها الأدراج الكبيرة دي بتاخدها معاكي حتى لغوطيون بتاعت العلة بالبلاستيك كل التفاصيل دي بالفعل المنظمات معا كمان الأدراج الكبيرة بتوفر لك تفاصيل كتيرة تنظيف طبعا بقى لإزاز من جوا ومن بره دمك الخطوات برضو الأساسية اللي بتفرق جدا معاكي خصوصا في المبخ والزيوت والدهون اللي ممكن تكون موجودة فيه وروتين سريع كده في قط النوم وتوضبها وتلميع الموبيلية تلميع طبعا بقى المفروشات اللي موجودة ويا سلام طبعا بقى لو السجر كانت متنجد بالشكل ده يبقى لازمان طبعا نخسله كل فترة ونوضبه بصورة كويسة جدا أظنوا طبعا كل التفاصيل دي بتفرق جدا معاكي تعالوا نبص كمان دلوقتي على شكل المكان هنا وتوضيبه وتنظيمه قد إيه بالفعل بيختلف جدا وبيخلي شكل الأوضة في دونية تانية خالص ونصوف كمان تلوقتي مع بعض كده هنا قط النوم وترتبها وخصوصا طبعا بقى الأقسام الخاصة بالأطفال بتشيل معاكي المساحات كتيرة وبتبقى طبعا محتاجة دولابي يكون منظم بصورة كويسة عشان تقدر يتنظمي كل ده شايفين برضو نفس فكرة المطبخ عملتها هنا وحاطت برضو الأدراج الكبيرة اللي بتشيل معاكي تفاصيل كتيرة وكمان المنظمات الصغيرة دي بتوفر لك في المساحة جدا وندخل كمان دلوقتي معاها على يوتين سريع في المطبخ وبيفرق قد إيه من حيث بقى طبعا المكان المساحة تلميع كل حاجة موارد طبعا مغسلت الموعين بتاعتك تنظيف الحوض وتلميعه كل دي من الأغراض المهمة جدا اللي بالفعل بتأثر جدا عن نظافة المطبخ بتاعك وندخل كمان دلوقتي هنا برضو كده بقى على المنظمات اللي احنا بنشوفها طبعا بأشكال وأحجام كتيرة قوي ده طبعا كده شكل برضو كبير بياخد بقى الكميات الكبيرة اللي موجودة عندها زي بقلتلكو حتى علب الكورنفليكس الكميات الكبيرة بتقدري كمان توفاري المنظمات اللي حجمها كبير ده شايفين طبعا بقى الحجر اللي قلتلكو عليها بتحط فيها معظم الخزين بتاعها بحيث يبقى المطبخ أروأ بكتير وطبعا هتعمليه ده في المنبخ هتعمليه في الدورة في الجانبية دي دي حاجة ترجعلك المهم طبعا هي بتقدر تنظم كل ده حسب احتياجاتها وحسب أكيد برضو إمكانياتها المادية اللي بتسمح لها توفر كل ده طبعا بقى طرق التنظيف الخاصة مثلا بالشواية بتاعتك المكانة بتاعت التوست بتاعتك كل دي من الحاجات المهمة اللي لازم أن تستخدمي لها طرق معينة وقصدونا أنا شفت قبل كده فكرة عجبتني قوي سيدة طبعا جابت كده منديل كبير وحطت عليه كمان شوية من البريل العادي وغطت الشواية دي وقدرت كمان تشغالها تاني وللأسف كل منديل امتص كل الدهون اللي كانت عليه يعني الفكرة بجدك هيتحلوة قبل طبعا دي كلها مجرد أفكار بنعرضها زي برضو فكرة اللانش بوكس اللي قدامنا تفاصيل كتيرة بنشوفها وبنستفاد منها وبتكون بالفعل مفيدة لنا كلنا كل واحدة أكيد فينا بتحاول تستفاد حسب وجهة النظر اللي قدامها يوم جديد وروتين جديد هيفرق جدا معنا طول ما كل حاجة في مكانها تنظيمك وترتيبك نظافة البيت عندك كل حاجة في وضع الطبيعي بتكون طبعا أروأ بكتير جدا ترجمة نانسي قنقر تعالوا نشوفنا مع بعض كمين كده بقى تنظيمها لحجرة المكتب دي وكل واحدة طبعا بتشوف يعني إيه أكتر حاجة مناسبة تخيلوا كده طبعا شكل الحوامل اللي شايدة المنات بشكلها غريب ويمكن أول مرة شوفها وطبعا ممكن كم حدي فيك وأجابه التفصيلة دي وممكن ناس تانية تشوف أن بالعكس ما هيش حلوة يعني عامة حاولت هنا تزين برضو القودة عندها بديكورات هي اللي عملاها بنفسها يعني الدهان كموجود بلون الرمادي شوية وقررت طبعا تضيف بعض الديكورات الجديدة زي ما شوفنا تنظيم برضو الدولات بتاع الملابس بتاعها خصوصا طبعا بقى بين الصيفي والشتوي وازاي كمان تقدر تشيل معظم التفاصيل دي وتخزن في العلب الكبيرة دي كمان من الحاجات المهمة اللي بتفرق جدا في شكل ما كان عندك ترجمة نانسي قنقر 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 دي كل فترة على الأقل مثلا مرة كل أسبوعين حتى لو مش قادرة كل أسبوعين مرة كل شهر بحيث طبعا الحاجات أو الأدوات الكهربائية اللي بقى سعرها غالج جدا تعيش معاك الفترة أطول أتمنى أكيد كده أن فيديو النهاردة يكون عجبكم ولو عجبكم الفيديو هستنى أكيد لايكاتكم الحلوة وحمسكم واشتراكم معايا واشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد ومع السلامة اشتركوا في القناة